اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب طبعا في هذه المحاضرة راح نشرح فكرة مهمة وحديثة في عالم التصوير اللا وهي الدبل كولر طبعا اغلب المصورين يعانون من عمل هذه الفكرة في آلة التصوير بالكاميرا بشكل مباشر طبعا فكرتها كلش صعبة طبعا حتى نعمل هذه الفكرة لابد ان نخلي اضاءتين اضاءة باللون الازرق واضاءة باللون الأحمر مثلا بützen نختار الوان مختلفة ولكن في سبيل المثال لو يختارنا اللون الازرق والأحمر ولا بد ان نخلي اضاءة بالمنتصف باللون الابيض حتى نوازن الاضاءتين حتى يكون عندنا ميكس وطبعا هالعملية كلش معقدة ومزعجة ومكلفة وأغلب المصورين يعانون من هذه الفكرة وطبعا بالفوتوشوب بإمكاننا أن نعملها بكل سهولة طيب حتى نعمل هذه الفكرة رح نضيف دبل تدرج تدرج من اليمين وتدرج من اليسار وكل تدرج رح يكون بلون مختلف عن التدرج الآخر ورح نسوي خلطة ميكس بالألوان بحيث تتناسب مع الصورة طيب في البداية رح نجي من طبقات الـ Adjustment Layers ونختار الـ Gradient طيب نجي نضغط بهذه المنطقة ضروري جدا نختار هذا اللون اللي هو اللون الأبيض والـ Transform أو الشفاف نختاره وطبعا من ثم نجي إلى الزاوية نختار صفر بهذه الشكل نجي نضغط Click ونختار اللون اللي يعجبنا مثلا أنا رح أختار اللون الأحمر بهذه المنطقة أجي أضغط Click هنا وClick على Color وأختار مثلا الأحمر ولاحظ أنه اللون الأحمر عبر على منطقة الوجه طبعا ضروري أنه ما يعبر على الوجه حتى ليس ببتشتت وتشوه بالألوان فرح أجي أقلل من هذه المنطقة للتدرج من خلال أنه أجي أضغط Click هنا على هذه المقبض أو هذا المقبض وأسحبه إلى الأسفل حتى يختفي ومن ثم أجي أضغط على المقبض بالأعلى وأسحبه إلى اليسار ألاحظ أنه الـ Gradient صار بهذه المنطقة فقط ومن ثم OK ممتاز وطبعا من ثم OK نجي نغير الـ Damage حتى يكون على شكل إضاءة وليس لون نحدد Gradient ونجي إلى الخيارات الـ Damage ونختار طبعا Soft Light ممتاز الآن رح نجي نضيف تدرج الآخر مثلا أنا رح أختار اللون الأزرق بنفس الطريقة وبنفس الفكرة نجي على Adjustment Layers ونختار Gradient وطبعا نجي نضغط Click على هذا اللون الأبيض ورح أختار مثلا أنا اللون الأزرق طبعا بإمكانكم تختارون أي لون أنا رح أختار اللون الأزرق ومن ثم OK نخلي الزاوية 180 حتى تكون معاكسة ألاحظ أنه اللون ممتاز جدا أضغط على OK وإن كان الأفضل أنه نقللها شوية فرح أجي أسحب هذا المقبض اللي بالأسفل وطبعا اللون اللي بالأعلى رح أخلي يكون بهذه الطريقة مثلا بهذا المقدار OK ومن ثم OK وأيضا نغير Damage إلى Soft Light فنجي نختار Soft Light بهذه الطريقة نلاحظ أنه طبعا اللون الأحمر ممكن أنه شوية قليلا نخليه مثلا 90 أو ممكن يكون 80 أجمل وأيضا الأزرق ممكن يكون 90 نلاحظ أنه أصبحت غير شاسع في مظهر الصورة وأصبحت الصورة أكثر قوة وإثارة طبعا إذا نجي نشوف الصورة هكذا كانت وهكذا أصبحت طبعا أصبحت الصورة سينمائية أكثر وأصبحت جاهزة للدعاية والإعلام نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة